أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد الانهيان أن توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات ومصدر فخر واعتزاز لشعب الإمارات وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة أن قرار مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد سلطان الانهيان طيب الله ثراه عام 1976 بتوحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة واحدة وعالم واحد عزز مفهوم الوحدة الوطنية وما حققته قواتنا المسلحة من نجاحات في مهماتها المختلفة العسكرية والإنسانية ما هو إلا جهود صادقة يبذلها أبناء الوطن رجال قواتنا المسلحة أبطال السلام إيمانا منهم بدورهم في دعم مسيرة الوطن ونهضته وتقدمه على مستوى المنطقة والعالم